على صعيد آخر بقى حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف يوم 24 ديسمبر المقبل إن شاء الله موعداً نهائياً للمنتخبات للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 20-24 اللي حتستضفها كود دوفوار لإرسال أقوائم الأولية للعبين اللي حيشاركوا في البطولة بعدد 50 لعب على أن يتم تقليص هذا العدد للقائمة النهائية إلى 23 لعب قبل انطلاق بطولة كأس الأمم بحوالي أسبوع بالمناسبة هي هتبتدي إن شاء الله مبارياتها يوم 13 يناير 20-24 وهتختتم يوم 11 فبراير الجديد بالذكر أن مجموعة مصر بتضم غانا والرأس الأخضر وموزنبيق وطبعاً مصر يعني هي صاحبة الرقم القياسي فوزاً بها هذه البطولة برصيد سبع ألقاب وإن شاء الله ربنا يستح الحال ويكرمنا كده ويتم تتوجنا باللقب الثامن بالنسخة القادمة إن شاء الله